موسيقى أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني موسيقى أيها الأخوة هجرت ميليشيا الانقلاب الحوثية في الأيام القليلة الماضية ألف وخمسمائة أسرة من مدرية موزع بالقطاع الساحلي غربي تعز بسبب طبعا وبسبب الفقر لم يجد هؤلاء المهجرون أماكن بديلة للعيش طبعا مندوب النازحين رفعوا نداء استغاثيا للأمم المتحدة لإغاثة المهجرين وفي الوقت نفسه مشهدين بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمساعدات الغذائية التي قدمت لهم ألف وخمسمائة أسرة نزحت في أسبوع واحد من منطقة موزع غربي تعز تهجير شبه كلي لسكان قرى الهاملي التي تتوسط المسافة بين مدينة تعز وساحل المخى إلى متارس وثكانات عسكرية تحولت بيوت المواطنين من قبل ميليشيا الإنقلاب الحوتية فيما تتمثل المعاناة الكبرى في كون هذه الأسر أشد فقرا على مستوى اليمن فأصبحوا بلا دخل ولا مأوى أو غذاء ودوى فيما اضطرت بعض الأسر إلى النزوح إلى مساكن غير لائقة كانت عبارة عن استبلات للمواشي أكثر من ألف وخمسمائة أسرة نزحت قراء الحرب من مناطق الهاملي وما قورها هذه الأسر نزحت إلى المناطق الآمنة في مدينة المخى وما قورها هذه الأسر تعيش أوضاع مأساوية صعبة نتيجة النزوح إلى مناطق غير مناطقهم ويعيشون في العراء وفي الصحراء ساحل المخى المحرر هو الملجأ الأول الذي توجه إليه غالبية المهجرين إضافة إلى ألفين وخمسمائة أسرة نزحت مسبقا من مدرية موزع ذاتها لتجعل الاحتياجات والمتطلبات كبيرة مندوبو والنازحين أكدوا أن إغاثات غذائية وصلت للمهجرين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر ميناء المخى مشيدون بهذه الجهود التي أتت بوقت سريع بعد نكبة هؤلاء السكان بأيام قليلة طبعا وصلت بعض الإغاثة ونطالب الكل الإغاثة التي وصلت من مركز الملك سلمان للإغاثة ونطالب الكل بأن يلتفت إلى هذه المديرية المنكوبة سابقا ولا زالت تنكب لاحقا بالالتفات إليهم وإلى أبنائهم أكثر من ثلاثين ألف مهجر من موزع يعانون مرارة الفقر والتشرد وهما يعني أن الاحتياج كبير من مخيمات إيواء وغذاء ودواء وهما جعلهم يطلقون نداء استغاثة طارئة للأمم المتحدة ومنظمات العالم إزاء تهجيرهم من قبل مليشي الانقلاب الحوتية التهجير والنزوح قضية تؤرق سكان تعز خصوصا مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانعدام الداخل وغياب دعم المنظمات الدولية بلال الصبر لبرنامج المشهد اليمني تعز اشتركوا في القناة نرحب بضيفنا في أستاذ البرنامج في هذه الحلقة رئيس مركز سكوب لدراسات الإغاثية لأستاذ محمد المقربي مرحمة لكم أستاذ محمد حياك الله أيضا معنا مباشرة من تعز الأستاذ بليغ التميمي رئيس مؤسسة فجر الآمن الخيرية للتنمية الاجتماعية في التنمية والتنمية الاجتماعية في تعز وحييك معنا أستاذ بليغ وأبدأ معك سيد محمد هنا يعني هي مأساة أخرى أيضا على يد الحوثيين مع هذا الفصل القارس من الشتاء وهذا الموسم الشتوي يضيفون أيضا في مدرية واحدة من موزع ثلاثين ألف أسرها الآن تتعرض الآن لهذا التهجير وتشهيد يهربون من هذه القرى إلى القرى والموانئ التي الآن وقعت حررتها الشرعية ويلجأون إليهم هذه المأساة المستمرة إلى الآن يعني كيف يمكن أن تتعامل معها اليمنيون في الداخل وأيضا اليمنيون في التعامل مع المنظمات السياسية بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم بالمشاهدين الكرام جميعا حقيقة المأساة النازحين هي من أكبر المأسي التي تضاعفت وتزداد مأساوية وتتفاقم عند فصل الشتاء عندما يفترش هؤلاء الأرض ويرتحفون السماء ولا يقودون مأوى آلاف الأسر التي تتشردت أو نزحت أو هقرت قصريا من مختلف المديريات في محافظة تعز ومن مختلف المحافظات التي شهدت الحرف في الجمهورية اليمنية كان التركيز الأكبر أو المآسي الأكبر هي في محافظة تعز حيث شهدت المديرية موزع ومديرية الوازعية بقوارها أيضا وصلوا وغيرها من مديرية المقاورة أكثر من خمسمائة ألف نازح في محافظة تعز وحدها وأكثر من ثلاثة مليون نازح على مستوى اليمن هؤلاء الآن يعانون من التشرد ويعانون من إعدام الأمن الغذائي وإعدام الأمن الصحي انتشار الأوبئة في ضل فصل الشتاء لا يجدون المواد الدافئة لا يجدون المراكز الإيواء غير متوفرة بالحجم المطلوب أو الإمكانات المطلوبة بداية النزح من هذه المديريات التي شهدت الحرب والتهجيل القصري التي مارسته مليشيات الحثوة والمخلوع هي تضاف إلى سلسلة القرائم التي مارستها المليشيات بحق اليمنيين وكانت هذه مخصصة أو تسلطت على المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب لكنهم لمقرد أنهم من سكان هذه المناطق مسعى الحوثيون إلى تهجيرهم قصريا من أقل أن يستخدموا منازلهم تكنات عسكرية وتشردت العديد من الأسر وكما رأينا في التقرير الوضع المأساوي لهذه الأسر في مختلف المديريات في مختلف الحوضة الممانية ومحافظة تعز بمديرياتها المختلفة على وقه الخصوص بادر مركز الملك سلمان نتقدم له بالشكر حيث قدم 2500 سلة غذائية لمقرد أن نزحت 7 ألف أسرة من مديرية موزع بما يعدل 30 ألف مهقر من هذه المديرية وحدها مثلهم أيضا نزحوا من الموازعية الذين وصلوا إلى المخاء وصلتهم إلى المساعدات داخلت عن طريق ميناء المخاء أيضا عن طريق عدن أيضا يستطيع المركز الملك سلمان تمرير المساعدة عن طريق محافظة عدن إلى مختلف هذه المديريات لأنها على مناطق محاددة لمحافظة عدن ما بين تعز وعدن نعم سيد بليغة سيد بليغة لنبك معنا مجددا يعني صف لنا الوضع حقيقة هناك وكيدنا قريب يعني عن المشهد صف لنا المشهد الإنساني بتحديدا في هذا الموسم الشديد البرودة وفي أيضا شدة وطأت هؤلاء الانقلابيين الآن على الأسر وعلى النساء والأطفال واستهدافهم حقيقة في قراء أعوذي لك أبدو أن الصوت لم يكن واصل لضيفي أعوذي لك سيد محمد يعني في هذه النقطة الآن هذا العدد حقيقة الذي يهرب من القرى التي يتيح لهم فرصة الخروج منها الآن إلى مناطق آمنة في مديريات تخرى الآن قريبة من هذه المديريات وتحت المعاناة الآن كيف يمكن لهؤلاء أن تصلهم يعني اللغاث يعني هؤلاء الذين خرجوا وصلتهم المساعدة لكن الذين بقوا الآن في الداخل بالتأكيد لا تزال هناك مديريات في الداخل لا تزال هناك قرى في الداخل تسترع لها المليشيات في هذه المناطق هؤلاء يعانون الأمرين يستخدمهم للحوثيون كثكنات كدروع بشرية المدنيون الذين تبقوا تم استخدامها كدروع بشرية وأيضا المنازل تم استخدامها كثكنات عسكرية هذه قرائم حرب بحد ذاتها إضافة إلى التهجير القصري الذي مارسته بحق هؤلاء المدنيين إضافة إلى القتل اليومي والتشريد القرحة الشهداء الذين يستشهدوا في هذه المعارك من المدنيين من الضرب العشوائي للمليشيات التقرير يقول أنهم خرجوا وخرجوا منزلهم وأصبحوا في حضائر المواشي بالتأكيد لا توجد مراكز إيواء متوفرة حاليا لهؤلاء النازحين ليسوا وحدهم المديريات المقاورة لها أيضا مديرية الوازعية مديرية الصلو مديرية حيفان مختلف المديريات مقبنة أيضا هذه المديريات التي تشهد الصراح حاليا هي أكثر المآسي والمعاناة الإنسانية تقذرت فيها وازدادت مأساوية في فصل الشتاء لعدم توفر مراكز إيواء يفترض أن تكون المفضية الساملة لشؤون اللاقيين بالاتفاقية التي أبرمتها مع مركز الملك سلمان من أقل إدخال المساعدات إلى توفير مراكز إيواء لللاقيين والنازحين يفترض أن تكون حاضرة تماما لكن يبدو أن هناك صعوبات كبيرة في دخول هذه المنظمة كيف نفهم الصعوبات سيد محمد؟ كيف نفهم الصعوبات الآن قبل أن أرى التقرير هنا قال أنه غصلتنا المساعدات المركز الملك سلمان يعني كيف المنظمات الأممية لا توصل يعني؟ الصعوبات التي تأتي من المنظمات الأممية تأتي من كونها مكاتبها لا تزال حتى هذه اللحظة في صنعاء الصعوبات التي نتحدث عنها من المنظمات الأممية هو من المشاكل التي أو الأخطاء الاستراتيجية التي استخدمتها المنظمات الأممية في اعتمادها على الشريك المحلي في التوزيع هؤلاء الذين يرفعون بتقارير مغلوطة هؤلاء الذين يمنعوهم من وصول إلى المستحقين والمدنيين هؤلاء الذين يقايضون المنظمات الأممية من أجل ذهاب نصف الإغاثة المقدمة عن طريق المنظمات الإغاثية إلى مجهود حربي للحوثيين والمليشيات للسماح لهم بالعمل هناك تبادل منفعة بين هذه المنظمات والمنظمات الأممية من أجل تنفيذ أقندة سياسية لا زلنا وحتى هذه اللحظة ناشد المنظمات الأممية بتغيير مسارها من أجل العمل بأخلاقيات العمل الإنساني ومعايير العمل الإنساني الدولية التي تحتم عليهم العمل بحيادية بعيدا عن كل الأطراف والوصول إلى المدنيين بعيدا عن كل الصراعات لكن للأسفة الشديد ما رأيناه أن هناك تماهي واضح هناك عدم ضغط على المليشيات من أجل السماح لهم بالدخول نعم داري تحول السيد بليغ معنا جاهز الآن السيد بليغ كنت سألت قبل قليل أن تصب لنا أيضا المشهد عن كثب أنت هناك أكيد معايش الصورة أكثر كيف الوضع الإنساني الآن؟ خاصة فيما يتعلق بالأسر والأطفال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على الاستضافة وأشكركم كذلك على الحديث عن الوضع الإنساني والمأساوي الصعبة التي تعيشها اليمن عموما وتعزل وخصوص الحقيقة أخي الكريم الوضع الإنساني في محافظة التعز ووضع مأساوي للغاية حرب وحصار وقتل وتشريد ونزوح وتهجير والقطاع للرواتب وانعدام المقومات الحياة تأزل مالا كهربالا غذالا دواء بالذات ونحن نعيش هذه الأيام فصل الشتاء الميليشيات بدأت تهجر عدد كبير من الأسر في مديريات موزع وفي مديريات قبل حبشي وهذه الأسر نزحت إلى مناطق أخرى نزحت وهي لا تحمل معها شيء تخيل ونحن نعيش فصل الشتاء لا يجدون المأوى ولا يجدون الغذاء ولا يجدون البطانيات ولا يجدون الخيام ولا يجدون أبسط مقيمة الحياة باختصار شديد هنا العيش في محافظة التعز السفر من المعاناة والعذابات والآلام المأساة تتسع يوما بعد آخر والمعاناة تتوسع أكثر وأكثر ماذا عن مراكز الإواة؟ هل هناك إقامة مراكز؟ هل هناك تحرق في هذا الاتجاه لإحتواء هذه الأسر؟ تحدث قبل قليل التقرير عن 30 ألف نازح الحقيقة أخي الكريم بالنسبة لجهود المنظمات الدولية والأممية جهودها ضعيفة وعملها محدود لا أكاد يذكر وبحسب ما سمعته من ضيفك الكريم أن هناك نوع من التخاذل والتواطف في غاثة المدنيين في محافظة تعز وهذه الأسر هي في أمس الحاجة إلى خيام في أمس الحاجة إلى بطانيات في أمس الحاجة إلى غذاء في أمس الحاجة إلى تأمين صحي في أمس الحاجة إلى مياه الجهود التي تؤدى الآن وتنفذ في الميدان هي جهود منظمات محلية وكذلك مركز الملك سلمان للغاية والأعمال الثانية له جهود الحقيقة في محافظة تعز في جانب الآن حاليا في جانب السلة الغذائية وسمعنا قبل سابع تدشين توزيع 76 ألف سلة غذائية لكن الحقيقة أخي الكريم الآن نحتاج نحن إلى الدقوة لغادي عاقل وفوري ويحب ذا يكون هذا عبر مركز الملك سلمان بتوفير خيام وبطانية الشتاء وسل غذائي لهذه الأسر النازحة التي تفترش الأرض وتلتح في السماء لا تجد لا مأوى ولا تجد بطانية ولا تجد غذاء نعم تقرير تحدث عن موزع تحدث عن مدرية موزع غيرها المدرية الأخرى أيضا اللي فيها نزوح وفيها نعم موزع قبل أسبوع الحوثيين والمليشيات الحوثية أقلت من هذه المدرية ما يقارب 1500 أسرة طبعا هذه المدرية هي من أفقر مدريات في محافظة أستخيل مدرية سكانها من أفقر السكان مدرية من أفقر مدريات المحافظة هم يعانون حالة إنسانية كارثية وصعبة قبل هذه الأحداث ما بالك خلال فترة الحرب والحصار ما بالك وهم الآن هجروا من مساكنهم هناك جهود محلية قامت بها بعض المنظمات لكنها لا تفي بالغرض ولذلك حينما نتكلم عن لغاثة لغاثة أستاذ الكريم هي عبارة عن تدخل فوري عاقل لإنقاذ حياة الآلاف لكن حينما يطول الوقت وحينما يكون هناك روتين ممل وتعقيدات لأعملية الإغاثة وإقراءات مبالغ فيها تزداد المعاناة أكثر فأكثر أيضا هناك نازحين من مديرية من بعض مناطق مديرية قبل حبشي نتيجة توسع المواجهات هؤلاء النازحين ينزحون إلى مديريات مجاورة وإلى مناطق ريفية وبعضهم يصل إلى مدينة تأز من خلال هذا المنبر نحن وجه صرخة قوية إلى مركز الملك سلمان والجهاد الإغاثية العاملة أن يبادلوا لنقدة إخوانهم وإغاثة العالم ماذا يفعلوا في القرى التي يحتلونها الآن التي يسيطرون عليها ويخرجوا أهلها ماذا يفعلون فيها حولها لثقنات عسكرية يتمركزون في بعض المواقع طبعا يتمركزون في بعض المواقع الاستراتيجية من أجل يسأل عليها معملية القصف لبعض المناطق المستهدفة لديهم الميليشيات أخي الكريم لا تفرق هي تمارس التاجير والقاتل والتشريد وليس لديها خط أحمر كل أبناء تأز أهداف مشروع لهم الشيخ المسن والمرأة الحامل والطفل الرضيع كل المشاءات أهداف مشروع لهم البيوت والمساقد والمدارس والمستشفيات والقامعات يعني ميليشيات تمارس كل أبشع أنواع التعذيب نعم نعم أستاذ محمد لكن الأطفال والنساء والأسر التي في صنعها التي تحت سيطرة الآن الإنقلابيين الآن إذا كانت المدينة كلها قناصة وكلها قتل وكلها أسر وكلها يعني قصف وتدمير حالهم حتى في داخل العاصمة أسوأ من الذين في المدريات الآن يعني الكارثة تمتد بشكل كبير يعني في هذه المدنة الرئيسة حتى بالتأكيد في المدنة الرئيسية في المدنة التي تتقعها سلطة الميليشيات تعاني هي الأكثر أيضا من الممارسات التي تمارسها ميليشيات الحوثي والمخلوع بالانتهاكات اليومية في حق المدريين في الاختطافات بالاعتقال قتلوا أبائهم أمامهم والنساء أيضا في القتل في التشريف يعني كراماتهم أمامهم بالتأكيد يعني أعتقد الطفل الإسراء فيه في صنعاء أسوأ حالة من يعني التي هربت مثلا من موزع إلى المخاوة مناطق يعني آمنة إلى حد ما بقيت فيه البحث عن المأوى والمعيشة والدواء لكن هذا الرعبة هذا يعيش رعبة لآن لدخل صنعاء بالتأكيد لذلك نحن نطالب دائما في العمل الإنساني توفير الأمن المعيشي للأفراد الأمن المجتمعي الإنسان يحتاج الأولى ضروريات الإنسان هي الأمن المجتمعي إذا توفر الأمن إذا توفر الأمن الفرد يستطيع العمل يستطيع أن يبحث عن نقمة عيش يستطيع أن يتحرك يستطيع أن يعمل لكن إذا لم يتوفر الأمن يصبح الإنسان مهدد في حياته غير في قوته وفي مأكله ومشربه وغذائه لكن الأساسيات ما يعانوه أخواننا في صنعاء وأهلنا في صنعاء أيضا يعانيه ويعانيه المدنيون في مختلفة المحافظات إلا أن انتقل الآن وازداد المأساة على محافظة الصنعاء في ظل الانتهاكات اليومية التي مارستها ولأن الحوثيين يمارسون عليهم الانتهاكات على الأقل هؤلاء تمكنوا من الخروج من المحافظات التي تسطر عليها مليشيات أو المديريات تسطر عليها مليشيات إلى مديريات آمنة إلى حد ما لكن هؤلاء الآن يجب الالتفاة لهم وتقديم إغاثة عاقلة من مختلف المنظمات الأممية من مختلف المنظمات والهيات الإغاثية مراكز الإيواء إذا لم تتوفر مراكز الإيواء ستشهد هذه النازحون أوبئة وانتشار الأمراض يصعب احتوائها فيما بعد تنتشر في مختلف المحافظات اليمنية يموت الناس قوعة عندما يصل الناس وصل النازحون لأنهم يأكلون أوراق الشجر ويفترشون الكراتين ويلتحفون السماء لا يقدون شيئا يغطون به هذا الوضع المأساوي والكارثي هذا الوضع الكارثي والمأساوي يعيشون في العراء ما الذي تستطيع أن تخيله أكثر من ذلك عندما يعيش العراء لا مأكل ولا مشرب ولا يستطيع أن يؤمن قوة يومه ولا يجد فرصة للعمل توقفت المرتبات والحصار مطبئ كان على المدينة التعزل أكثر من عامين استمرت المآسي وتضاعفت المأساة وهناك صعوبات في الدخول والخروج والتحرك من هذه المحافظة من مختلف المنافذ فيما يتعلق بالمنافذ للسطرة على الميليشيات وفيما يتعلق بالمنافذ الأخرى التي ترتبط بمحافظة عدن هناك صعوبات الآن يجدها المدنيون في التنقل تعز مأساةها تتضاعف في ظل صمت دولي مطبق وللأسف الشديد لا تزال إذا نرى المنظمات الأممية إذا حدثت أي كارثة في أي محافظة أخرى ينددون ويشقبون ويتهمون الشرعية ويتهمون التحالف ويصدرون التقارير لكن المآسي الإنسانية التي رأيناها في ظل زيارة الوفد الأممي لتعز لم يصدر تقرير واضح يدين الذي ينتهك الميليشيات والذي يحصر تعز كل تقاريرهم التي صدرت خلال عام الثلاثة الماضية كانت كلها تقارير رمادية لا تتسم بمعايير العمل الإنساني ولا تتمت إلى أخلاقيات ومهنية خلال سيد بليغ عن المحاولات المنظمات المحلية الإنسانية المحلية اليمنية عندما تحاول أن تصل للمحتاجين في الداخل في المناطق التي لديها الحوثيون ما الذي يحصل لهم؟ يعني يمنعوا؟ يقتلوا؟ ما الذي يحصل لهم؟ أود أن نوضح هنا أننا قبل أن أشرع معك في الإقابة على هذا السؤال لا نريد أن نعول كثيرا على المنظمات الأممية والمنظمات المانحة لأن هذه المنظمات الأممية المانحة لأن هذه المنظمات للأسف الشديد لا تقف على مسافة واحدة من قيمة الأطراف هي للأسف الشديد تدعم القلاد وتنظر إلى الضحية نحن ينبغي أن نعول على المنظمات العربية والمنظمات الإسلامية والمراكز الإغاثية كمركز الملك سلمان الذي يأدي أدوار كبيرة وأنا أسمح حقيقة أن مركز الملك سلمان هو أيضا يقدم دعم لهذه المنظمات الأممية أتمنى من مركز الملك سلمان أن يقدم دعم المنظمات المحلية في الداخل وهو قد قدم دعما جيدا ومناسبا في هذا القانب أما بالنسبة للمنظمات المحلية المنظمات المحلية أخي الكريم هي تستنفر كل قهودة وطاقاتها وإمكانتها لتقديم ما تستطيع تقديمه لغاثة المتضررين والمحتاجين من أبناء المنظمات اليمنية هل تستطيع أن تصل المدريات التي يستولي عليها الحوثيون تستطيع أن تصل لها أو أنهم لا يستطيعون لا 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 بالطبع لا ما الذي يحصل لهم يعني يقتلوا يقتلوا يعني يسلبوا ما الذي يحصل يعني أكيد سيكون هناك عمليات نهب وسلب وسيكون هناك عمليات السجن وملاحقة لهذه المنظمات مثلا أنا أرأس مؤسسة فجنم القرية المجتمعية أعمل في عشرة مديريات محررة في محافظة تازمة ما استطعنا يوما ما أن نصل إلى المديريات التي يسيطر عليها الحوثيين لأن لأننا حينما نغامر وننفذ أنشطة في هذه المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات معنى ذلك أن الإغاثة ستنغب وأن السجن هو مصير المتطوعين والعاملين في تنفيذ هذه المشاريع الإغاثية طيب خلينا خلينا نتحدث عن الضمير اليمني الضمير اليمني الآن الذي يعيش هذا المشهد الآن 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 الحوثيون كل المجتمع اليمني يلفظهم يلفظهم استنهاب هذا الضمير اليمني الآن في هذا ما الذي يجب؟ نعم بالنسبة للضمير اليمني أنا أود أن أقول هنا أن الضمير اليمني ضمير حي وأن الضمير اليمني ضمير يقض وأن ضمائر اليمنيين هي ضمائر حية واليمنيون هم أرق قلوباً والياً وأفئدة نعم في ظل هذه المآسي الكبيرة التي يعاني منها أبناء اليمن وأبناء تعز على وقت القصوص نقد أن هناك مشاهد رائعة وصور وصور رائعة كذلك تقسد التكافل الاجتماعي والأقوة وعملية التراحم والتكافل ويصدق فيها حريث النبي عليه الصلاة والسلام لكن معك 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 يا سيد معك يا سيد بليغ أنا معك في هذا لكن المأساة الآن ثلاث سنوات وهذه المأساة تزداد حين هذا العام نضيف لها صنعة نضيف لها الآن صنعة أيضاً صنعة أيضاً نفس المأساة الآن وهي تحت الحذيين يبدو أنه أيضاً فقد نص صوتك معنا يا سيد بليغ أنا في آخر الحلقة لكن أوجهي سؤالك يا سيد محمد الآن فعني فعلاً الآن المأساة ثلاث سنوات وهذه تتكرر هؤلاء ينهبون اللقمة ويدعون الناس العرى تموت يا أخي يعني الآن نريد يعني كل شرائح المجتمع اليمني أن تنهض أن تهب فيما يتعلق بالتأكيد لن يحل هذه المشاكل جملة وتفصيلاً إلا هبت اليمنيين جميعاً الإغاثات هي تخفف من المأساة لكن ما يفترض هو أن يبذلوا اليمنيين قصار قهدهم وأن يتكاتفوا جميعاً وأن يتوحدوا وأن يتركوا الخطابات الإعلامية والصراعات الداخلية وأن يوجهوا سلحتهم في كل الجبهات صوب العدو الواحد الذي قثم على صدورهم هذه السنوات الثلاث لذلك يفترض الآن أن تتضافر كل القهود وأن يقوموا بمساندة الجبهات لتحرير المحافظات الغير محررة والتخلص من هذا الوباء لكي يعود الأمن والاستقرار وحينها بعد ذلك تبدأ العمليات التقارية واليمنيون قادرون على النهوض بهذا الوطن بمساندة الأشقاء إذا تمكنوا من مواقهة المليشيات الحوثية التي سببت هذه الحرب والتي سببت كل هذه المآسي والقرائم الآن هو عملية تصفية لكل قيمة وكرامة وتاريخ لليمن الآن هم قاعدين يصفون الآن يعني أعتقد الآن مناطق القنص في صنع الآن تصفية السياسيين والإعلاميين والوجهاء والحزبيون يصفون كل شيء لا يتركوا شيء هذه اللحظة الآن أليست لحظة فعلا استنهاب هبه في كل المسارات الآن على الأقل بدءا بالحالة الإنسانية الآن بالتأكيد حتى الشرائح التي كانت في السابق متحرفة مع الحوثيين هي الآن تعاني من ذات نفس العناء وتشرب من نفس الكأس الذي شرب منه معارضهم في السابق الذين هاجموهم الذين قاوموهم فيفترض أن يفهم الجميع أن هذه المليشيات عدوانية ولا يمكن التعايش معها ويقب مواقهتها في كل الوسائل وبمختلف الأسلحة الإعلامية والأسلحة في القبهات والتضافر والقهود الإنسانية والتكاتف وترص الصفوف وعدم ونبذ الفرقة والاستفادة من الوقت لأن الوقت كلما اليوم الذي يمضي يمضي بثلاثة أيام يوم كان يفترض أن يبني فيه اليمنيون ومجدهم ولكن للأسف الشديد هذه الأيام والسنين التي تمضي هدمت كل شيء الحوثيون أعادونا أكثر من مئة عام إلى الوراء وصرنا نعيش الحياة البدائية يفترض أن هذا اليمنيون نهضة رجلا واحد ويقفون جميعا لمسانة القبهات للتحرير أولا ثم بعد ذلك عندما ينعم اليمنيون بالأمن والاستقرار يستطيع يستطيع اليمنيون بناء بلادهم يستطيعون البعد عن الصراعات الحزبية والاتفاة لليمن وإعلاء شعار اليمن فوق الجميع والوطنية وحب الوطن والولاء للوطن ورفض كل المكونات الدخيلة والأفكار الدخيلة لكي ينعموا بالأمن والسلام شكرا لك سيد عمد شكرا جزيلا لك إذن أعتذر منك السيد بليغ حقيقة يعني كان ودي أن أختم معك لكن أنت وقت البرنامج كنت معنا مباشرة من تعز الأستاذ بليغ التميمي رئيس مؤسسات فجر الأمن الخيرية للتنمية والاجتماعية في تعز شكرا جزيلا لك شكرا لضيفي هنا الأستاذ محمد المقرمي نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى مع المشهد اليمني تحية لكم من فريق البرنامج في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة